مرحبا في قناتي هبالشاز طبعا فصل صيف وشوب وحر بدنا وصفات سريعة وخفيفة عشان هيك انا عملت لكم اليوم سندوشات التونة سندوشات باردة سريعة كتير ما رح تاخد معكم دقايق بتكون جاهزة وطعمها كتير لذيذ متأكدة اذا جربتوها رح تحبوها ناس كتير ما بيحبوا التونة بس اذا جربتوها بهاي الطريقة بسندوشات هاي ممكن تصير من سندوشاتكم المفضلة فيلا نبدأ الوصفة مع بعض عندي علبتان تونة مصفين من الماء او من الزيت عندي هون جزرة مبروشة وعندي حبة افوغادو اختياري اذا ما موجود عنكم مو مشكلة مابطعة مفرومة وعندي هون بصلة بصلة صغيرة مفرومة ناعم وعندي معلقة كبيرة زيت زيتون ومعلقتان كبار عصير ليمون واربع معالق كبار مايونيز عندي هون شطة اختياري كمان اذا بتحبوه سبايسي عندي رشة فلفل اسود رح احط الجزر مع التونة ورح احط كمان الابوغادو المفروم ورح احط كمان البصل كمان مفروم ناعم طبعا هاي الوصفة سليسة ومرينة بتقدروا تحطوه لانتو حابين وممكن تحطو مخلة لخيار بطلع ماها طيب ممكن تحطو زيتون اذا مثلا في شي مش متوفر عندكم ممكن انكم تكنسلوه بس يفضل ما احط الخضار اللي فيها ماي مثل لخيار مثل البندورة لانو هاي الشغلات ممكن انها تزنخ مع التونة او تعطيني طعم مش كتير لطيف حركتهم كلهم مع بعض هلأ رح اعمل الصوص رح انزل المايونيز ورح انزل كمان زيت الزيتون معلقة من زيت الزيتون وعصير الليمون معلقتين كبار من عصير الليمون كل المقادير طبعا كالعادة مكتوبة اسفل الفيديو ورح احط رشة فلفل اسوات طبعا ما بحط ملح نهائيا لانو قصن التونة ملحة بخلط الصوص كله هيك مع بعضه حتى بس هيك عندي تجانس بشوكي او بمعلقة اللي موجود عندكم هيك صار عندي جاهز طبعا اذا بدكم تحطوا شطة معها حطوها مع الصوص في هاي المرحلة وبسكو بالصوص على خليط التونة بسكو بالصوص كله وهلأ بحرك الخليط كله سوا مع بعضه متل ما شايفين وصفة كتير سريعة ما بتاخد يعني معنا دقايق بتكون جاهزة اسمت الخليط لنصين ونص حطت عليه شطة لأعمل هيك جزء يكون عندي سبايسي وجزء التاني يكون عندي عادي هلأ هون عندي خبز أي نوع خبز موجود عندكم أنا جبت هذا الخبز الميني وخاس كمان أي نوع خاس متوفر وعندي معلقة زبدة بدرجة حرارة الغرفة شوفوا هلأ رح أمسك الخبز ورح أفتحه من فوق هيك فتحة طبعا مش شرط إنه هذا الخبز أو هذا الحجم بس هيك هذا بيجي لطيف إذا لقيتوا منه ممكن تعملوها بالخبز الحجمي العادي ممكن بخبز التوست كمان بتطلع كتير طيبة شوفوا كيف هيك رح أعمل فتحة من فوق بهذا الشكل بعدين على أطراف الخبز شايفين هاي جوانب الخبز رح أخذ شوي من الزبدة شوفوا يعني يا دوب هيك مسحة صغيرة بس هيك أمسح جوانب الخبز لأنه هلأ بدي أحمصه طبعا تحميز الخبز كتير كتير رح يفرق معنا بهاي سندوشات رح يعطيها طعم كتير طيب رح أحمص الخبز هيك من الجوانب مثل ما شفت هيك دهنة بسيطة من الزبدة يعني هما كلهم هذا الخبز اللي عندي ما أخذ معلقة الزبدة يا دوب أخذ نسخة مسحة هيك خفيفة بس من على الجوانب خلق مقلعي حميتها على النار رح أحط فيها الخبز لحتى يتحمص طبعا رح يتحمص بسرعة لأنه في زبدة ما رح يأخذ وقت والنار تكون عندي وسط ما تكون عالية لحتى ما ينحرق الخبز لأنه رح يتحمص بسرعة شايفين مجرد ما يأخذ هذا اللون الحلو ما بخليه أكتر من هيك لحتى ما ينحرق بقلبه على الجهة الثانية شايفين هاي التحميس رح تعطيني طعم كتير كتير طيب للخبز هلأ خبزاتنا جاهزين شايفين ما أحلى شكلهم حتى ريحتهم طيبة من التحميس ومن الزبدة هلأ أنا شايفين هاي الفتحة اللي فتحتها من فوق هلأ رح أخذ قطعة من الخاس طبعا لأنه السندشات عندي صغار رح أخذ قطعة صغيرة من الخاس رح أحطها بهذا الشكل وبعدين رح أحط فيها من التونة اللي عملتها شايفين ولا أسهل ولا أبسط من هيك شايفين هم بطلع كتير ظريف طبعا طعمهم كتير لذيذ وشاهي وهيك سندوشتنا جاهزة شايفين ما ألطف شكلها ظريفة ولطيفة بتنفع لكل الأوقات هلأ رح أكمل أنا السندوشات وأقدمهم معكم هون قدمتهم مع التشابس مع البندورة وأطعم الإخيار وممكن تقدموهم مع البطاطا مع السلطة مع اللي أنتو حابينه شايفين كتير طيبين أسهل وأسرع سندوشات ممكن أنه نعملهم مناسبين هيك لفصل الصيف لأنها سندوشات باردة وهيك لطيفة خفيفة بتنفع لكل الأوقات وأخر ملاحظة طبعا لما بنعمل سندوش دقمن نختار خبز يكون فرش وعندي طري رحتى ما يكون ناشف أو يخرب علينا الطعم السندوشات لعملناها جربوها متأكد رح تحبوها رح تعجبكم ولا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس وانتظروني بوصفات قادمة إن شاء الله